موسيقى طبعا كلنا بنشتغل في المجال الإعلامي ولما بتسمع مثلا عن نزول فيلم في السينما بتبقى عايز تروح برضو تتفرج وهنا تنضم إلى يعني صفوف المشاهدين لما عرفت إنه فيلم السرب حينزل بالأمس ده كان أول يوم في دار يعني في كل طبعا السينمات موجود قررت إن أنا أنزل ولكن هنا كانت دافع وطني الحقيقة يمكن قصة الفيلم السرب لأنها قصة لأهلينا وعمال مصريين 21 عامل مصري بيثقر لهم كمان الفيلم زي ما مصر يعني ردت التمن وزي ما مصر حفظت عليهم وزي ما كان فيه الحقيقة حق الرد السريع لما الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حق الرد وبسرعة كانت الحقيقة السرب والقوات الجوية يعني بتنهي معاقل داعش في ليبيا وناخد الثقر لأهلينا الفيلم من الأفلام اللي نقدر نقول عليها أفلام البطولات يعني أنت بتتكلم على أفلام مهمة أفلام فيها توثيق وفيها حقيقة وفيها واقع وفيها أيضا فكر يعني أنت بتقول كمان أو يعني الفن والدراما كمان بتوفق اللحظة بتؤكد على البطولة وبتقدم تفاصيل كتيرة التفاصيل دي هتبقى مهمة يعني إذا كنا إحنا موجودين في الزمن والحدث ومتذكرين وعمرنا ما حننسى أبدا حق أولادنا وحق الدم المصري لما يروح لكن حيبقى فيه أجيال بعد سنوات وسنوات مش هتبقى متذكرة فالفيلم هنا عبارة عن شهادة توثيق مهمة زي عدد من الأفلام اللي احنا بنشوفها وبنقول عليها أفلام للبطولات فيلم السرب الحقيقة ما تقدرش تقول أنه البطل واحد صحيح أنه طبعا البطل الفنان أحمد السقى يعني هو قائد الحكاية ولكن أبطال الحقيقة يعني نقدر نقول مجموعة من الأبطال وانت بتتفرج على الفيلم حاجة غريبة ما بتبقاش عارف هو بيمثل ولا هو بيقدم الحقيقة لأن هنا فيه الروح الوطنية الروح الوطنية كبيرة ده زي مشاهد من الفيلم زي ما انتم بتشوفه وطبعا لما اللطيف أنه أنا لما دخلت السينما فكانت عيني برضو بعين الصحفية والإعلامية كنت بشوف مين المشاهدين اللي موجودين فكان حقيقة فيه أعداد كبيرة من الشباب الصغير تتروح الأعمار من 16 لمثلا 23-24 موجودين بأعداد كبير لطيف أنه هما لما بيتفرجوا على المشاهد دي بيبقى فيه تصفيق رقم أن دي سينما وده مش مسرح لكن هو متأثر جدا وهو منفعل جدا وحاسس أنه بلده جيش وانتوا عارفين أن الشباب دايما بيبقى حلمه أنه هو يبقى واقف في ظهر بلده وبيدافع معه بندقيته فده كان الحقيقة بيسقفه طول الوقت أول طبعا المشهد ده من المشاهد المهمة اللي مفروض داعش بتحط السقة أو بتدفنه تقريبا مشهد صعبة حتى وانت بتتفرج عليه وده من المشاهد الصعبة مشهد الحقيقة موت 21 مصري لكن في الفيلم بتشوف تفاصيل بتاعتنا إحنا كمصريين العداية التقاليد عمر عبد الكليل عامل دور حل وقوي اللي هو طبعا اللي هو رئيس العمال والعمال اللي موجودين المسلم والمسيحي ما فيش عنوان للديانة لكن عنوان للهوية الوطنية الكل مصريين فتحس العادات واحدة التقاليد واحدة بيغنوا وبياكلوا وبيشربوا وبيحتفلوا مع بعض وده موجود طول الوقت في الأفلام الفيلم كمان بيقدم رسالة مهمة جدا إنه دم المصريين خط أحمر بتشوف كمان لأول مرة جوى الفيلم ودي برضو فرصة تتعرف على غرفة العمليات لما بيكون عندك أزمة زي دي غرفة العمليات في القوات المسلحة المخابرات الحربية العامة كلمة الرئيس بتشوف تفاصيل كلنا يمكن ما بنبقاش عارفينها لكن لما بتشوفها وانت في الفيلم بيحصل لك نوع من أنواع التوحد والتفاعل وتبقى حاسس كده إنك معاهم وكمان الفيلم بيديك الأحساس وانت بتتفرج إن انت كمان بتثقر معاهم ومع صناع الفيلم فيلم من الأفلام المهمة أتمنى يكون عندكم وقت إن انتوا تشوفوه وأتمنى كمان إن انتم تشجعوا الأجيال الصغيرة إن هما يشوفوه ويتابعوه حاجة كده تخرج منه رافع الراس متطمن ومتأكد إنك في بلد بتخاف عليك وإنك عندك جيش قوي قوات مسلحة قوية وعندك رئيس بيخاف عليك وعارف إنه دم المصريين خط أحمر كل سنة وانتوا طائبين كل سنة وانتوا طائبين كمان النهاردة لإنه عيد العمال وشهد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لاحتفال بعيد العمال وطبعا أقيم بمدينة العاشر من رمضان وأنا كنت سعيدة لإن هذه المدينة مدينة صناعية فيها كم من العمال كبير وتحس كده إنه يعني فيه احتفال كبير بعمالنا شاهد الاحتفال أيضا افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى وطبعا في إشارة لحرص الدولة المصرية على دعم الصناعة وكمان حرصها على أوضاع عمال مصر وده شيء مهم أو إيه تعالوا نتابع مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس ثم نعود تحية إجلال والتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية والتي ما كان لها أن تتحقق لو لا الجهد الخارق الذي بزله عمال مصر لعالة تشهيد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيامة الصناعية لقد تشرفت بوجود اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفيان في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليغ بتاريخه العظيم وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالين الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور وتعاهدا بالاستمر في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وكان الرئيس الحقيقة عبد الفتاح السيسي كمان قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم وأيضا كان أشاد السيد الرئيس وقال هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطن عزيز وأوفوا بما وعدوا به والحقيقة كان مصر السيد الرئيس إن هو يؤكد بأن الوطن ده مش ممكن كان يتم بنائه إلا بسواعد عمال مصر كمان يعني أكد السيد الرئيس إن هم بذلوا قصار جهدهم في النهوض بالدولة المصرية الحديثة واليوم طبعا عيد العمال هو رمز للتفاني والإخلاص في العمل كل عام ومصر كلها بألف خير وكل عام وحضراتكم وعمال مصر بألف صحة وخير دايما بإذن الله طبعا يعني خليني كمان أروح ونؤكد على بعض المبادرات اللي قيلت أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ أنا ببقى سعيدة جدا بمبادرة ابدأ ليه؟ ابدأ بشكل بسيط كده برضو عشان حضراتكم تتذكروا هي ايه مبادرة ابدأ؟ ابدأ دخلت لما كان فيه طبعا مشاكل في عدد من المصانع وانتو بعرفين طبعا إن احنا أمام نهضة صناعية كبيرة عاوزين يعني نجري بالمصانع عايزين نتقدم إلى الأمام عايزين دفعة كبيرة جدا فإبدأ كانت بتدخل الحقيقة وبتساعد عدد من المصانع اللي عندها مشاكل كتير عندها مشاكل في النظام عندها مشاكل في المصنع نفسه ومشاكل في الإنتاج وده كان شيء مهم جدا عملته ابدأ وقدرت فعلا تعمل مجهود كبير وقدرت توقف عدد من المصانع اللي كانت لا تعمل أو متوقفة حتى لأشياء بسيطة إن هي تبدأ تدخل في عملية الإنتاج طبعا أول صندوق استثمار صناعي دي طبعا متخصة للاستثمار وده أيضا من مبادرة إبدأ في جميع القطاعات الصناعية وده بهدف إيه؟ بهدف تقليل الفاتورة الاسترادية إحنا عارفين إن كل ما بنقلل الفاتورة الاسترادية كل ما بيبقى عندك استراد أقل وتقدر تشتغل على صدرات أكتر وتقدر تقدم أهداف المبادرة خليني أعرف مزيد من التفاصيل مهندس خالد حسن مدير مشروعات بمبادرة إبدأ مساء الخير يا فندم زي النوري فندم ومساء الخير على كل المصريين يا فندم كل سنة وعمال مصر بخير وحضرتك بألف خير كلمني عن صندوق الاستثمار طيب أولا بس أنا حابب كده أستعرض شوية أرقام قبل من نتكلم عن الصندوق بالتفصيل صد إحنا مبادرة إبدأ في خلال السنتين اللي فاتوا اشتغلنا على أربعة وتمانين فرصة صناعية قدرنا نحول منهم تلاتة وعشرين فرصة لتلاتة وعشرين مشروع قائم في منهم اللي بدأ انتاج بالفعل في منهم اللي تحت الإنشاء وعندنا أربعة وعشرين مشروع في مرحلة الدراسة لتجيز المرحلة الثانية إن شاء الله من إبدأ وعندنا سبعة وتلاتين مشروع مستقبلي إن شاء الله عشان برضو نتخيل حضراتكم تلاتة وعشرين مشروع دول التكلفة الإجمالية الإستثمارية لهم تتخطر اتنين وستين ونصف مليار جنيه رقم ده عشان نتخيل قد إيه برضو هو كبير وده بيمثل تمانية وعشرين في المية من إجمال الاستثمارات الصناعية اللي اتحاطت في مصر في آخر تلاتين تمام وده بيمثل مرحلة الدراسة وإحنا بنشتغل في إبدأ كان عندنا ميزات بنبني عليها موجودة في الدولة سواء بنية تحتية أو شبكة طرق أو مناخ استثماري بيتحسن يوم عن التاني بشكل أفضل أمالها حجم سوق كان عندنا ميزات نفسية كويسة جدا وفي نفس الوقت كانت بتواجهنا تحديات التحديات دي متنوعة في منها اللي كنا بنشوف أفكار مع رجال الأعمال والمستثنين أفكار غير مكتملة كنا بنشوف برضو في تحديات في إدارة المؤسسات الصناعية بشكل كبير جدا بتأدي إلى حدوث مشاكل في استدامة واستمرارية المشروعات كمان كنا بنواجه تحدي كبير جدا في التمويل التمويل ده كان دايما قدامنا أكبر عقا فمن هنا كانت فكرة إبدأ إن احنا بنتقل شراكة مع رجال الأعمال والمستثمرين علشان آآ ننشئ مشروعات آآ تهدف كلا تقليل للفاتورة الاسترادية وتوطين الصناعات الحديثة في مصر تمام ولما بدأنا نشتغل لأن حجم الفلوس اللي مطلوب أو التمويلات اللي مطلوبة تمويلات كبيرة جدا وفي نفس الوقت إحنا لازم نتوسع في المحفظة الاستثمرارية الخاصة وابدأ ونوجد آريات مختلفة للتمويل المشروعات دي علشان نصرع المرحلة الثانية والثالثة طبا للمبادر طيب فجأت من هنا فكرة إطلاق آآ صندوق استثمار مباشر وهو أول صندوق متخصص في الاستثمار السماعي في مصر السندوق دي يا فندم إن شاء الله هيكون إخدار أول باثنين ونصف مليار جنيه ومشاركة المؤسسات المالية ومجموعة من البنوك ورجال الأعمال وإن شاء الله هيكون في إتاحة للأفراد للمساهمة في السندوق وهيطرح إن شاء الله في البورصة علشان نضمن به شفافية كاملة لكل الأطراف المساهمة أكيد هل هنا يا فندم السندوق ده هيبقى زي سندوق ضمان كمان لمشروعات كتير من خلال عدد من المصانع هيقدر بردو بسرعة يكون هو الضمانة اللي تحل مشاكل كتير وسريعة طيب السندوق هو هنا فندم بيحل أكتر من مشكلة بيحل مشكلة تمويل لبعض المصانع وخصوصا المصانع القائمة اللي محتاجة الجزء من التمويل عشان تتوسع أو تزود الطاقة الانتاجية بتاعتها وفي نفس الوقت أنا بضمن به برضو المشروعات اللي هتدخل من المرحلة الأولى فإبدأ هي مشروعات خلاص قردي بدأت إنتاج لعوائد استثمارية للمساهمين المرحلة التانية إن شاء الله بإذن الله هنزود الإصدار التاني وثالث بإذن الله بعد نجاح الإصدار الأول للسندوق إن شاء الله نتمنى الخير الحقيقة أنا دايما ببقى سعيدة بمبادرة إبدأ وعملين جهد كبير ونشاط كبير نتمنى الخير بإذن الله وإن شاء الله نشوف هذه النتائج بإذن الله في الفترات المقبلة وتبقى واضحة تماما المهندس خالد حسن مدير مشروعات بمبادرة إبدأ أشكرك شكرا جزيلا زي ما حضراتكم شفتم كده بدأنا منتكلم عن الصناعة منتكلم عن مبادرات منتكلم عن عيد العمال سيد الرئيس وجه كلمة الحقيقة كلمة تقدير واعتزاز بكل إيد في مصر وبكل ساعة في مصر بيبني بلدنا الحلوة كل سنة وكل عمالنا بقى الفخير فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسعة لهذه الليلة تفضلوا الأغاني وإحنا بقى المصريين طبعا الغنى بالنسبة لنا ده حاجة جميلة وعندنا أغاني عاشت معنا جيل سلم جيل والناس كلها سمعتها وحبتها وتأثرت بيها فكركم بالذات بأغنية تملي معك فنان والنجم الكبير الغضبة عمر الدياب الأغنية دي كلنا فاكرينها لأنه وقت نزول تملي معك كانت أغنية رومانسية وكانت الناس محتاجة للنوع الهادي الرومانسي ده علشان كده نجاح الأغنية الحقيقة كان يعني على مدى سنين طويلة الأغنية كانت كل الناس كانت بتحبها جدا لسه المخرج بيفكرني حتى البلوفر بتاع عمر الدياب اللي كان لبسه في الأغنية شباب كتير جدا لبسوا يعني يتمنى أنهم يحطوا لي الأغنية واحنا بنتكلم زي ما انتم شايفين الأغنية دي كمان تصورت في طبعا أجواء أوروبية كلها وكانت الحياة أغنية من الأغنيات اللي كانت الناس مبسوطة بيها الأغنية تصورت في تشيك وزي ما انتم شايفين هو عمر الدياب كان بسيط جدا بس الأغنية كانت محققة نجاح كبير جدا أغنية رومانسية هدية ولطيفة طيب الحكاية إيه اللي خلانا نفتكر دلوقتي أغنية تملي معاك اختارت مجلة رولينجستون الأمريكية وهي متخصصة المجلة دي في الموسيقى العالمية يعني بتشتغل على الموسيقى وبتتكلم وبتبرز وبتعرف إيه الترند وإيه الموجود واختارت أغنية تملي معاك للنجم عمر الدياب كأهم أغنية في القرن الواحد والعشرين قرن الواحد والعشرين الأغنية دي اختروها هي رقم واحد الاختيار ده جيه نتيجة تقرير الحقيقة كبير والشركة قدمته والمجلة الحقيقة عملت التقرير ده في خمسين أغنية في الشرق الأوسط كله يعني فكانت بتشوف إيه أكتر أغنية لها هذا التأثير إيه أكتر أغنية الناس بتسمعها إيه أكتر أغنية الناس مرتبطة بيها وده اللي حصل إنه الأغنية أخدت المركز الأول والأغنية الحقيقة تم ترجمتها الخمستاشر لغة فأنت بتتكلم على خمستاشر لغة متابعة الأغنية وبتغني تملي معاك أولا خلينا تملي معاك معايا ملحن أنا سعيدا هو معايا في مدخلة لكن أتمنى أنه يبقى معايا ونتكلم معايا كتير جدا إن شاء الله حقنعه إنه هو ينورنا هنا مرة ونتكلم كتير عن الألحان الملحن شريف تاج اللي بينورنا طبعا صاحب أغنية تملي معاك اللي كسرت الدنيا يعني الأغنية اللي قدرت تكون موجودة ضمن أهم من أهم خمسين أغنية تم اختيارها رقم واحد ومترجمة لخمستاشر لغة ملحن شريف تاج مساء الخير مساء النور أهلا بك شافكي مساء النور أولا يعني من قبل ما نتكلم كده يعني أنت مأثر أن أنت تبقى موجود معانا فلازم تبقى موجود معانا ونتكلم أكتر عن الأغاني أكيد والله لا إن شاء الله يبقى لنا اللقاء ولازم نتكلم أكتر خلاص ده وعد ده اللقاء تسجل كده وعد تسجل عليه خلاص تمام وإحنا بنتكلم وبلوفر عمر دياب ده برضو يعني كان لازم يقولوا أن الشباب كلهم لبسوها على مدى سنين طيب تكلمني على الأغنية دي أنا فاكرة كويس قوي أنه لحن الأغنية كان مميز قوي وكان الوقت ده الأغاني كلها صوت عالي بيت وعالي فنزل عمر دياب بالأغنية دي راح اتمريحها كل أعصاب الناس ولقت نجاح غير عادي كلمني عنه بالزبط بالزبط هو أنا بعد ألبوم أمرين على طول إحنا طبعا أمرين برضو كان ألبوم نجاح نجاح كبير جدا كنا عمليم فيه كذا شكل موسيقى حلو قوي بعد النجاح الألبوم ده بتدرينا نشتغل يعني حتى عمر بعد ما بيخلص أي ألبوم من قبل ما بينزل السوق يقولك عندك إيه بقى وسمعينه بقى الجديد كويس فبتدرينا نشتغل على الألبوم الجديد اللي عندك يا شريف أنا كان عندي كان فيه غنوة اسمها سنين في الألبوم ده وكان فيه غنوة تانية اسمها صعبان علي دول اللي كانوا جاهزين معي ابتدت أحضر أغاني ابتدت أفكر في يعني مجموعة أغاني عشان أصنعها لعمر فمن ضمن الحاجات اللي كانت عندي كان الكلام بتاعها تملي معك في يوم أمني من النوم عادي جدا شربت كوبات الشاي بتاعته قعدت مسجدة جتار بكمل بقى الحاجات اللي عايز عملها عايز سنحها لعمر فبشوف الورق بتاعي الورق اللي مكتوب في الكلام أغاني الشعرى أصدقنا وكده فتحت الفايل بتاع أحمد عني موسى لقيت الأغنية دي أول أغنية كده جات قدامي فأول مقارية الكلام عجبني جدا يعني شدني أوه هو أنا كنت واخده من أحمد بس مكنتش امركز أوه في يعني قاريته شوية وسته بقى اي حاجة بتتساد على قبل ما بيجي فكرة فيها بنعمله فشفت الكلام عجبني قوي جات لي فكرة على طول وانا قاعد كده جالي فكرة اللحن ده يعني وانا قاعد بشوف الكلام ده ابتدت أشتغل عليها ابتدت يعني أشوف الكلام مع اللحن طلع والله طلع اللحن على طول يعني طلع على طول اتلحن ومجرد ما أنا شايف الكلام قدامي عمال زبط في شوية كده وخلاص جهز اللحن واتولدت كده تملي معاك يعني كام ويمكن دي من الأغنيات كمان العمرت دي بوقتها قرر يصورها وتصورت كمان بشكل فيه رومانسية فكرة الناس دايما محتاجة لرومانسية يعني أنا دايما بلاي أن الأغنية اللي بتنجح مع الناس أغنية فيها رومانسية بساطة والكلام بسيط بس كمان اللحن يمكن اداها يعني حتة العالمية إنها تبقى موجودة في العالم وأي حد يسمحها حتى لو هو مش مستوعب الكلمات أو طبعا الكلمات ترجمت ليه بس اللحن كمان بيبقى عامل مساعد كبير يعني هو اللحن من كونت يعني البساطة اللي فيه يعني أي حد ممكن يدندنه حد يعني مش لازم يكون حد بيغني كويس أوي أو كده لا الجملة بسيطة سيارة اللي هي ستايل بتاعة الأغاني الغربي اللي احنا بيسمحها فالجملة بسيطة وحلوة وفيها حكة شرقية برضو خفيفة أوي في بعض الأماكن يعني بعض النهاية الغنى وكده أنا شخصيا طبعا كملح النصري ووصل للعالمية كلمت عامري يعني قولي بقى انتباعك ايه لما حصل يعني ما أنا أقولك يعني أنا أول ما قريت الكلام ده يعني حاجة فرحتني جدا يعني أنا شخصيا كملح النصري ووصل للعالمية وللمكانة الكديرة دي إن أغنيتي تتصنف بأغنية القارن الواحد وعشرين وتاخذ مركز أول طبعا ضمن خمسين أغنية الأكثر اجتماعا وشهرة في العالم كله يعني مش معقول حاجة حاجة فضيع فبصيت على المقال كمان اللي كده الشركة أيوه السوري المجل العلم السونز يعني كدهين حاجة كمان حلوة جدا كدهين حاجة بيقول يعني الأغنية ما زالت تتمتع بتأثير هائل عالميا صحيح وتمت ترجمتها بأكتر من خمساشر لغة هي مش خمساشر لغة طبعا هي عملت أكتر من مية وحاجة لغة أيوه أنا عندي نصخ لغة ده تتعد المية يعني بجميع لغات العالم بكل لغات العالم تم بكل لغات العالم طيب يبقى أنت كده بتكلمني على الأغنية بقى عندها حقوق كتيرة يعني في كل مكان موجودة جدا يبقى لازم نقعد قاعدة كده ونشوف مين الشعوب اللي بتغني معنا تملي معاك ومين ده اللي مستمتع ونحط الأغاني كده عندنا على الشاشة ونحط أغانينا عندك وقت بقى نعمل الكلام ده نحط ونعمل تحليل لأغانينا إحنا بنتكلم عشرين سنة وغانية مؤثرة ده شيء مهم يعني إن إحنا نلف العالم بأغانينا ده أكيد شيء مهم جدا والله يوم أكتر من عشرين سنة يا اتنين وعشرين سنة وكل سنة بيبقى فيه او اتنين او ثلاثة غير الكافردز وغير الكاريوكي وغير رئيس تحريري بيقول أربعة وعشرين سنة أه أه أربعة وعشرين سنة يعني حاجة طبعا حاجة عمر عمر بني آدم عمر أب الزبط ربع يعني تقريبا بنقترب من ربع قرن يعني وإنت الأغنية موجودة يعني وبعدين بيقيمنا دي مجلة من أكبر المجلات المتخصصة في عالم المصيفة يعني الناس دي فهمة يعني إيه اللحن ده فأس إحنا في انتزارك الشاي علينا جاهز إن شاء الله وإحنا في انتزارك تنورنا ونسمع الأغنية ونشوف الدول ونشوف كمان إذا كنا بهذا التأثير فممكن نعمل إيه أكتر وأكتر يعني فأكيد نازم نعمل كده نازم نبقى اشتغلت في تمالي معاك كله ومعشان برضو يعني يجعلون كل الشكر والتحية وحاجة فخر اللي تفراح علي والمصر بلدي والناس كلها اللي حتى في المجال يعني أكيد أنا هطلب منهم دلوقتي يحطوا لنا مقطع صغير وبشكرك شكرا جزيلا في انتزار زيارتك وكلامنا أكتر عن المزيكة والألحان والحاجات اللي كلنا بتأثر فينا وبنحبها ملحن شريف تاج نورتني في هذه المداخلة لحد منشوف مقطع صغير كده هقولك سريعا هقولك سريعا أنه بصور في أماكن كتيرة جدا الأردن العراق حتى فلسطين وببقى مستغربة جدا أدخل مثلا مطعم أو كده فأسمع أغاني عمر دياب موجودة في كل حتة أركب مثلا تاكسي عمر دياب أمشي في السوق عمر دياب يعني فبقيت أسأل يعني إكملة التأثير وطبعا فيه مطربين مصريين آخرين لكن عمر دياب موجود بشكل كبير جدا جدا فعرفت كده أنه هم لا يعني هذه الأغاني مرتبطين بيها بشكل كبير الشرق الأوسط المنطقة العربية الجميع متأثر فدي قيمة مصر يعني أنت بتكتهد بتقدم فن وبعدين الفن أنت بتبقى رائد حتى في انتشاره ويبقى موجود عايز أقولكو كمان أن المجلة برضو علشان نبقى منصفين المجلة كمان فيها أكتر يعني المراكز بقى إذا كان التملي معاك عمر دياب المركز الأول لكن حتلاقي مثلا فيه كمان إيهاب توفيق وأغنية من الأغاني اللي بنحبها جدا فيه هشام عباس فيه سميرة سعيد وطبعا فيه رغب علامة وفيه شاب خالد يعني مطربين مختلفين لكن كمان فيه أسماء مصرية متقدمة في المراكز الأولى كلهم أحلى من بعض وخلينا نقول أنه بنقدم فن حلو وبنقدم حاجات حلوة كتير يارب نفضل مكملين فيها فاصل مش عارفة ما هياخدوا الفاصل ولا الأغنية حنسمع الأغنية وبعدين حيب عندنا فاصل ونرجع نكمل فقرات الليلة في التاسعة نسمع ثماني ومعين بيعمل كل مصيبة والتانية وتجري عليه وتغذيف حضنك هو لك أنه عمل أي حاجة لو سمحت يا أستاذة بلاشي استفزاز أنا متأكد من إجابتي يا عمي فهم بقى أنت كده كده لازم تركب مكان وتبقى المعلم وتحط إليك على فلوس والشور شور وانت وراك إيه غير الخناء والبلطاجة يفتوة المغربلين اسأل العروسة وابوها مين هو أدهم أدهم اللي محدش يجر ويعلم عليه مادام حبيبة انت قلت قبل كده أنك ارتكبت الجريمة لوحدك مع عبد ربه أقول له أكبر محامي زي ما بيقول خلاص بقى طالما أنا مليش لازم أعمل إيه وأظن خوفي عالمي ومرضها أهم بكتير من أيا حد تاني خليني أقول لكم طبعا إحنا بنبقى سعداء جدا في التساعة لما يكون عندنا موهبة حلوة وبالذات يمكن التساعة التلفزيون المصري ستوديو عشرة اللي شاهد كل المواهب اللي بتستمتعوا بيها على كل الشاشات بتتفرجوا على نجوم كبار كمان لما بيكون عندنا مواهب أثبتت نفسها سنة واثنين وثلاثة وأعمال مختلفة وتطور في الشخصية بشكل كبير وبيجي رمضان دايما يأكد على المواهب دي حتى لو كان لهم تاريخ رمضان كده ليه كده ليه بريقه معايا دلوقتي يعني مش عايزة أقول ابن لوز عوام عوام ده أكيد لكن هو أثبت موهبته مش عشان هو ابن لوز هو أثبت موهبته من أدوار كتير مختلفة وقدر دلوقتي هو يقول أنا ده يعني وجودي أنا محمد أحمد ماهر ومش محتاج خالص غير إني أكون بإسمي ده وبقدم موهبتي سعيدة بوجوده وفرصة أشوف التمرد اللي هو عامله الشديد في رمضان ونتكلم معاه ما كانش فيه وقت يكون موجود في رمضان لكن دلوقتي جيه وقته بيه شرفنا محمد أحمد ماهر مساء الخير يا محمد مساء النور يعني عامل حالة من التمرد كده كنت جامدة في رمضان شوية آه طيب نبدأ من حق عرب آه مش نبدأ من حق عرب حق عرب بالنسبالك يعني لما تعرض عليك الدور ده حسيت أن ده فيه حالة جديدة بالنسبالك بص هو الدور ما عملتوش قبل كده آه الورق آه لما قريته ورق حلو جدا آه للمولف محمود حمدان آه الأستاذ سمعيل فاروق وهو قاعدين بنتكلم بيشرح لي الدور لسه في الأول في الحلقة السابعة أو التامنة أو طوله خلاص أنا مضيت ما تكملش التسلسل الأحداث آه حلقة ورا حلقة ورا حلقة آه بتشد الجمهور تشد المشاهد يعني تحس أنك عايز تتفرج على المستوصلة كله فيه مواحد من كترمة والأحداث سخنة جدا مفهاش ملل مفهاش مط فالشخصية استفزتني لو أنا متفرج الشخصية دي هتستفزيني جدا فقولت لازم أخوض التحدي ده لأنه هبقى مستفز جدا لمشاعر المشاهد وجودك قدام نجم زي العوادي هو كمان أكشن وجامد وأول مرة تشتغل معي احنا صعب من زمان بس أول مرة نلتقي أول مرة تلتقي كنت حاسس أنه برضو لما نجم شاب وبيعمل بطولات قوية وجديدة أن دي فرصة بتبقى يعني فيها تحدي من نوع جديد هو عوضي ما شاء الله عنده قاعدة جمهارية جبيرة جدا جدا الناس بتحبه جدا بيستنوه يعني بيستنوه العمل اللي جاي واللي جاي واللي جاي تفرجت له على فيلم الإسكندراني الأستاذ خلاد يوسف صح فيلم هايل جدا جدا والفيلم كان قبل رمضان على طول كان قبل المسلسل على طول صحيح فشفت اجتهاده في العمل ده اهتمامه بأدقة تفاصيل كنا معزولين على العرض الخاصة أنا والمخرج مخرج حق العرب أستاذ إسماء الفاروق فخرجنا يعني عندنا حماسة كبيرة جدا إن احنا نأكد عن نجاح ده فنعمل احنا كمان نجاح كبير ما خفتش بقى من رأي جمهور التمرد اللي كنت فيه في المسلسل يكرهوك يتضايقوا منك لا هم هيكرهوا الشخصية مش هكرهوه ده أنا يعني الناس بتتفرج على عمل الناس اللي في مصر دلوقتي الناس كنت بتقولك إيه بقى الناس عندها وعي كبير جدا دلوقتي طبعا عارفين يفصلوا ما بين الشخصية الحقيقية وما بين الشخصية الدرامية بالعكس الناس بتقويني في الشارع مبسوطة جدا وحبى تدور جدا وحبى العمل كله يعني تحس إنه هو عمل نسبة مشاهدات عالية جدا جدا ولاي الأوي لما ممكن قابل واحد ممكن يكون ما تفرجش يعني النسبة لأغلبية العظمة كانوا بيقولولك إيه خف شوية بالراحة لا كانت تعليقات المصريين اللطيفة بقى يعني مرة كنت مش عارف كنت خارج من التوكيل والحال كده فالراجل اللي هما بيبقى على البوابات قالك إنت عايزنا أفتح لك الباب وإنت عامل نايبة مع عمك مبارح يعني الناس بتتعطف جدا أيوة وبتصدق أحيانا كمان الناس لزيزة بتصدق وتعيش في قصة جدا أيوة وبتحس إنها دخلت في الأحداث تحس إنها يعني هي الناس بتحس إنها واحد من العمل أيوة بتشوف نفسها في العمل لو رجع بيك السريط وحضرة المتهم أبي ممكن من الأوائل وقبليه كمان كان في حاجات أعتقد أنت مثلته أنت صغير كمان كتير فلو رجع بيك السريط تحس تقول إيه إيه المشوار بتاعك تدي له عنوان إيه لا أنا لسه ما عملتش مشوار أنا بالنسبة لي كل ده أنا لسه ما رضيتش تنوحي طبعا بس في محطات كتير بالنسبة لي محطات مهمة جدا جدا يعني بداية من أميرة فعبدين مع الأسزة سميرة أحمد نجمة كبيرة جدا مرورا بحضرة المتهم أبي أيوة أميرة فعبدين أميرة فعبدين كان قابلة حضرة المتهم أبي ده كان قوائل حاجات اللي عملت صحيح البداية الانطلاقة اللي الجمهور يعرفني من خلالها بشكل كويس حضرة المتهم أبي طبعا مرورا بقى بصور خضار السندريلا دي لفترة البداية كانت الأعمال حلوة وسخنة وفيها أحداث كتير فالناس كانوا بتتفاعل معها والحمد لله أنها يعني أعمال ما بتتنسيش موجودة يعني أي حد النهار ده هتلاقيه فاكر حضرة المتهم أبي سعادتي يقولك إيه التمثيل في الوقت ده كان مختلف عن التمثيل في الوقت ده الكلمة دي حقيقة لا هو مش مختلف هو طلعت مدرسة اللي بيقولوا عليها التلقائية دي يعني طب خلينا ناخد الإجابة دي بعد ما نروح معاك لحق أعرب ماشي ونرجع نشوف التمرد اللي كان موجود ونرجع ناخد الإجابة دي نشوف مع بعض حق أعرب وحيات حبيبك النبي يا كريم تسترها معاك أنا خلاص ما بقتش حبل فرق تاني يا رب اللي يشوفك كده وانت بتدعي له وتشح تفي عليه بيقول انه هو ماشي وعيد وانا اللي ماشي يا عوج وجلاب المصايب لا حبيبي انتو الاثنين ولادي ومعزتكم في قلبي واحدة لا يا أم معز عمرها ما كانت واحدة طول عمرك بتحب عربة كتر مني بيعمل كل مصيبة والتانية وتجري عليه وتغذيف حضنك ولك إنه عمل أي حاجة وانا لو عملتها لتصغيرة قد كده تقليب الدنيا فوق دماغي ولا كأنها خربت مالت يا أم قبلك دايما ما حضره للعذر حتى قبل ما يعمل الزم أنا كنت فكرك ناصح يا علي ما كنتش أعرف إنك غابي أوي كده يا بني انت شفت أبوك بدوقت حض وحنام لكن عرب ما شافهوش كنت لازم عوضه أنا حناني لأب اللي ما طالش منه حاجة بس أنا مش حنسهلك إنك إنه هردا نزلت معايا بالعافية وكأنك فرحان إن أخوك حيروح فيها وعايز تخلص منك يما أنا ما كانتش أعظم أنت إيه؟ أنت ناسي بس أنا حفكرك مش دا عرب اللي نزل يشتغل هو في إعدادي وكان بيديك فلوس دروسي الثانوية من ورايا لحد ما دخلت الحقوق مش دا عرب اللي كان بيشتري لك اللبس المستورد اللي كنت بتقف تتعايق بيه وسط زمايلك في الجامعة يا ابن جلال خلاص أعرب دلوقتي بقى وحش استقناه محمد المشهد دا عايز التعلق عليه؟ المشهد دا طبعا مشهد مهم جدا المسكب بتوصيك على أمك طول الوقت؟ أه لأنه ما كانش يعني في الأحداث ما كانش بر بيها شوية يعني الأخ الأخ اللي هو عواضي كان بر بيها أكتر وكانت علاقتها بيه أحسن من علاقتي بيها بس دا ليه أسبابه طبعا يعني هو علشان شايف أمه بتحب أخوه أكتر منه بتفضله في حاجات كتير كانت مش هجعها لحاجات رغم أنه هو غلط فيها وأنا كنت صح وكانت ضدي فهو واخد موقف من العيلة ككل يعني بس طبعا ما نفعش طبعا أنه حد ياخد موقف من أمه ولا من أهله لأي سبب إن كان يعني طب حنرك على السؤال اللي سألته لك يعني أنت حضرت البدايات نجوم كبار فنانة طبعا يعني بتتكلم على فنانة سميرة أحمد على نور الشريف على عمليقة يعني بس كنت محظوظ أنك تقدر أجيال مختلفة أنا طبعا كنت محظوظ جدا أن أنا اشتغلت مع كبار النجوم في بدايتي وده هو اللي سهل إلى حد ما معرفة الجمهور ببيئة لأن عمالهم كانت بتتشاف يعني نسبة مشاهدة كتا عالية جدا قنوات ما كانتش كتير قوي بس الناس كنت بتقعد تتفرج تقعد تستنى الأعمال دي فأنا كنت محظوظ طبعا أن أنا اشتغلت مع الكبار دول علشان أبقى مؤهل النهاردة أبقى في وسط زماني بنعمل حاجات حلوة يعني طبعا الجيل دلوقتي مختلف عن الجيل بتاع زمان مدرسة تمشيل نفسها اختلفت في إيه بقى؟ يعني كده بما أن أنت كنت في المدرستين كل فترة بيحصل أبديت لأي حاجة للموبايل للحياة الحياة بتجري بسرعة جدا كاميرات التصوير زمان غير كاميرات التصوير النهاردة الكواليتي بتاع زمان غير الكواليتي بتاع النهاردة طريقة التصوير بتاع الزمان غير طريقة التصوير بتاع النهاردة النهاردة بقى في أبديت زي ما قلتلك تمام بالصورة كمان حلوة قوي الصورة طبعا فيه دلوقتي الـ HD زمان ما كانش فيه الكلام ده في 4K يعني في حلقات كل مرة حاسس أنها تخدم القضايا اللي موجودة دلوقتي أكتر يعني الصورة الحلوة المبهرة هي الصورة الحلوة يعني هي الصورة الحلوة فيها النقاء للمشاهد لكن ملاش علاقة بالموضوع نفسه الموضوع نفسه سواء إذا كان قديم أو حديث هو الناس بتتفاعل مع الحكاية طبعا إنما التكنولوجي بتاع الصورة ده يعني سنة الحقيقة القبضية اللي بيحصل كل فترة صح ده بيحصل ابن الوزعوام دي كانت مقولة دايما تتقال على كل من هم ابن نجم كبير أبناء الفنانين بس تلوقتي الحقيقة بقى فيه أعداد كبيرة لكن ودايما بنقول أنه أنت لسه بتقول لي كان بيقول لي لسه أنا تربيت في الستوديو ده يعني كنت قدام الستوديو بتمشي وبتتحرك فأنت عندك ذكريات مع الفنان أحمد ماهر كان بيمثل هنا وأنت بقى طفل بتلعب يعني كل أعمال رمضان في الفترة اللي بكلم معاك فيها دي اللي هي الفترة الزمان كانت هنا في المكان ده في الستوديو ده أهم الأعمال الدرامية كانت بتصور هنا ألف ليلة وليلة الفوزير أبس أنت كنت طفلي يعني غير معني بقى اللي بيحصل هنا أنا كنت باجي مع أبويا وهو بيصور وأنا أعد في الكوريدور ألعب بالعجلة وكده يعني وكنت أخش أتفرج أشوف أعمال رمضان هي بتتصور أشوف المخرج بيعمل إيه أشوف أمتى حسيت أنك كمان ممكن تبقى فنان أصلوا ابن الفنان ده بيطلع بيلاقي تصوير جدول خروج دخول شاشة بتعرض أعمال والده وحاجات كتير فما بيبقاش عارف هو صحيحي موهوب هو كمان ولا هو اعتاد الحياة اللي هو عايشها دي لا طبعا هو أنا كنت متربي في الأحداث دي في الاستوديو وفي البلاتوهات وفي المسارح بس الحد السنوية عامة عمري ما تخيلت أن أنا أكون مواصل ليه بقى؟ ليه؟ ما مكنتش حابب إيه السبب؟ مش عارف بس كنت خجول جدا ساعتها جدا في زمايل والدي كتير قالوله وعايزينه يعمل معنا هو كنت طفل يعني لعمال مهمة جدا كنت بكسف يعني يعني جات فرصة كبيرة جدا مع الأستاذ فؤاد المهندس في مسلسل عم فؤاد لو تذكريه طبعا فرصة كبيرة جدا فوزير فأه عم فؤاد ده كان حاجة يعني تخض ما قدرتش لأنه كنت خجول جدا ومش حاسة أن أعرف ما أصلا يعني ما عنديش الاستعداد كتر منتب بتبقى شايف والدك بالشهرة طبعا أحمد مهر أعمال أعمال كبيرة ومهمة وهو نجمة مهم بتبقى ده بيعمل حاجة عكسية بيخليك أنت عايز ترجع وراء الكاميرا أكتر لا هو من بدايتي وانا فاصل الموضوع عن أبويا يعني بتعلم مع أبويا أنه هو أب بس في البيت آه لكن أنا يعني شأيت طريق عيد تماما عنه وإحنا مدرستين مختلفتين شوية على فكرة أيوة يعني هو عاشق للمسرح طبعا أنا ميولي مش مسرح أوي نبارات صوت وأداء هو من عشاء المسرح هو المسرح بالنسبة له بيخليه في مود غير المود أنا مش من عشاء المسرح أوي أيوة لو ما فيش رواية تستهويني أوي خلاص أيوة طب إمتى حصلت النقلة إمتى قلت لأ أنا عايز أكون نجم سنة عامة إيه السبب سنة عامة كنت بقلد كنت بقلد مدرسين بتوعي بقلد صحابي بقلد أي شخص مثلا في أي ميزة بينة واضحة كنت بحب التقريب ساعتها أوي كنت متمكن جدا في موضوع أن أنا أقلد أي شخصية شوفها حتى في الشرع المصري يعني حتى لو شخصية عابرة أول مرة شوفها كنت بقلد على طول فكل صحابي وزمالي قالوا لي لا أنت يعني في حاجة أنت مش أخبلك منها أيوة ما كنتش متأكد أوي بصراحة طب في البيت يعني فنان أحمد مهر وكمان والدتك يعني كمان يعني ست أهلمية وكاتبة صحفية ويعني ليها باعة هي كمان جدا ما حدش حس بأن عندك الموهبة دي أو شجعك ما كانش كنتش بابان ده قدامه مبدئيا خالص من الخجل بقى الكسوف ما كنتش حابة بابان ده قدامهم وكان أبويا رفض تماما الموضوع أن أنا أطلع مواصف أنا أخش الوسط الفن إيه سبب الرفض كل الناس عارفوا الموضوع ده على فكرة يعني قلتوا في كذا برنامج قبل كده إيه سبب الرفض هو شايف أن المهنة دي مهنة قاسية جدا قاسية فعلا قاسية جدا متعبة للعصاب وجهاز العصبي بيوز من كتر الفوكس أو التركيز الزي ده عن الزوم خروج من الشخصية لشخصية 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 صحيح أنت بتتعب الجهاز العصبي هو مش عارف صحيح أنت المواطن ولا الزابط ولا المحاسب وبذات الأدوار المركبة يعني الأدوار المركبة صعبة آه فأنت كل فترة بشخصية بأتيتيود مختلف عن اللي قابله صحيح ففجأت لها نفسك أنت مش عارف أنت مين من كتر الشخصات اللي بتعملها لأنك بتروح للكاركتر بحزفيره بطريقته بكلامه بأسلوبه فبتنسى بقى نفسك أنت بقيت عامل أو كنت عامل إزاي طيب إمتى بقى قررت وقلت لهم لأ أنا هدخل للمجال دي كانت واقعة كبيرة جدا وقت أن أنا قررت أن أخش المهنة أو الوسط الفني كانت وقعة مشهورة وفينا ستير عفاها أبوي رفض تماما و يعني شبه كان هيقطع يعني مش عايزة دخم المرور يعني دي ممكن على فكرة تسمعها مع أب عادي يعني ممكن ملوش علاقة بالمهنة لكن هو خايف عليك من المهنة اللي هو فيها آه هو كان عايز يشوفني طيار طيار هو كان في ما فيش في دماغه حاجة غير أنه يشوفني طيار هو مش عايزني إيه حاجة تانية غير أيوه وأنا كانت ميولي إلى حد ما راح ناحية التمثيل أكتر فدي كانت مشكلة كبيرة في البيت والدتي كانت اللي أنت عايز هو أعمله يعني هو كان رافض تماما إنه هو كان عايزني أطلع طيار ورافض الموضوع ما عملتش دور طيار لازم تعمل دول طيار ترضيه طيب حد عملت دور طيار في مسلسل صديق العمر أيوة الأستاذ جمال سليمان كان هو بيجسد شخصية راحة الجمال عبد الناصر وأنا كنت عامل أطلع طيار صحيح طب وهنا بقى فإن أنا أحمد مهر اتبسط شوي شافت حتى لا هو خلاص بعد ما يعني ما أنا دخلت وخدت طريق بعيد عنه وقعدت فترة كبيرة جدا الناس ما تعرفش الأرابة يعني ما عرفوش إنه هو أبويا الناس كتير ما كانتش تعرف صحيح حتى على السوشيال ميديا لحد الوقت فيه ناس بتبعث لي كومنتز كده له إيه ده هو أبوك يعني فيه ناس ما تعرفش فعلا وأنا كنت حريص من البداية أن أنا بقى فوية مختلف بعيد علشان المقارنة دائما بتبقى ظلمة طبعا يعني أي حد أبوه فنان أو ابن فنانة أو أي أن كانت سلطة الأرابة لا وبتتظلمه إنه طبعا عشان أبوه فنان وإن ستبقى بازل مجهود كتير فأنا بدايتي كانت من تحت خالص بمشهدين بمشهدين مشهدين في خمس مشاهد في حلقتين في خمس حلقة يعني طب بدأ يصاحبك بدأ يقولك طب يعمل كذا خد بالك من كذا ولا برضو كان سايبك إنت وإدائك نا هو فضل يعني واخد جنب الحد ما بتدى يشوفني معروف في الشارع قبل كده هو لسه مش مش شايف آه أني يمكن مش شايف علامات آه تبقى يعني لسه لحد ما بتدى يشوف الناس حباك في الشارع فابتدى خلاص يعني طالما الجمهور اللي في الشارع حكم ومبسوط خلاص اتفرج على حق أعرب آه في الأواخر لأن احنا السنة دي هو كان عنده هو كمان سيد العقرب نا هو بيصور سيد العقرب وأنا كنت بيصور حق أعرب وإحنا الاتنين خلصنا في آخر عشر تيام في رمضان آه علشان نلحق الحلقات تتسلم لأنه آه مشاهد كانت كتير قوي قوي آه والوقت ديق فإحنا عايزين نلحق آه الحلقات تتسلم فخلصنا في الأواخر فعبا لما عدنا نتفرج على الأعمال عموما كانت في الجزء الأخير من رمضان آه كانت الأعمال خلاص يعني بزد آه طب انتباعه كان إيه عنك السنة دي لا كان موصول بالعمل جدا جدا هو العمل الأصله آه ما شاء الله يعني آه تقريبا عجب الناس كلها آه في حاجات كده بتيجي كل فترة آه تعمل علامة آه يعني تحس إنه إيه هيجي زيها تاني إمتى آه هتتعمل زيها يعني تاني إمتى وفين و كل فترة كده تلاقي عمل ضرب آه كسر الدنيا الناس حبيته صحيح آه وفيه أعمال تانية بتبقى آه حطت عليها أمل وما بتحققش النتيجة اللي أنت كنت منتظرها يعني صحيح فالعمل ده عجب معظم الناس أو مش عايزة أقول مية في المية عشان ما حدش قول بابلغ يعني بس النسبة الأكبر من الناس عجبها العمل فهو من ضمن الناس اللي أعجبت بالحكاية وبالحدوتة وبالموثلين زي ميلنا فكان حاب إنه هو يتفرج فقعد يتفرج معاه لكذا حلقة في الأواخر ما بتحلمش إنه يكون فيه مباراة تمثلية بينك وبين بعض؟ بتحصل ولا دي تخوفك بقى؟ بصي طبعا هو راجل قدير ونس بتحبه جدا طبعا ربنا هديله الصحة فالمقارنة مهما كانت حتبقى ظلمة وأنا محبش أخش في الجيم ده بصراحة آآ آآ يعني أنا أحب أخليه بابا بس وأنا بتفرج عليه أحب أبقى متفرج أيوه ما أخشش المباراة دي أهو أتعلم لكن يعني مش بفضل موضوع المباراة مع إنه إحنا اشتغلنا مع بعض في عمل يعني عملنا فضل اشتباك مع بعض آآ آآ بس مطلعتوش في مواجهة شوية؟ طلعنا في مواجهة في مواجهة عنيفة كمان يعني هو رجل أعمال وأنا كنت ولد يعني سلوك وسايق ودخلت على المكتب ويعني حطيته في وضع كده أنا متأكدا هو بيفصل هو فنان محترف كبير ممكن يبقى شايف حد تاني لكن أنت بالنسبة لك يبقى المشهد صعب جدا جدا مشهد صعب جدا عمرك ما هتقدر تقف أصاد والدك وتنسى أنه أبوك يعني حتى لو فين ما بتعرفش تفصل يعني كنت تتمنى ساعتها لأحد تاني لأنه صعب أو حد تاني اللي يبقى أصاده لأنه مهما كان عمرك ما حتى تعرف تفصل بتحس أنك شايل اسم أحمد مهر على كتافك تول الوقت ولا دلوقتي خلاص المسألة تغيرت لأنه عندك كمان حصيلة أعمال مختلفة لا طبعا أكيد أكيد بحس أن شايل اسمه طبعا وخصوصا في بداية الناس حب يعني الناس اللي تعرف أنه أبويا الناس حبتك من حبهم لي يعني عشان هما بيحبوه فانت خط الحب ده علشان الكريد بتاعه عند الناس فطبعا كنت محصوص في حاجة زي دي جدا وبعد كده حبيت أفصل بقى عبقى بعيد يعني ما نبقاش بنعم برامج سوا أو بنعمل أعمال سوا أو كده يبقى واخد طريق لوحدي طبعا تيجي نشوف حاجة من الأعمال ونشوف كده الشباب ما حدرين لنا إيه لأن أنت عندك الحقيقة يعني إحنا معادنا نبص عندك مجموعات كتير حاجات قديمة شوية وحاجات حديثة شوية خلينا نشوف هما مقدرين إيه ليك الطلبات أبل المرافعة أستاذة؟ سيتك يا فندم هو شاهد واحد بس واحد بس؟ أيوة فندم وموجود معنا هنا في القاعة الرائد أيمن سقر ضابط الوقع ومحرر البلاغ الرائد أيمن سقر موجود يا فندم قول والله العظيمة قولي الحق والله العظيمة أشهد بالحق يا حضرتك أنا كويس الحمد لله أيمن بيه بعد إسعادتك هو ده محضر الضبط اللي سيادتك حررت عنه الوقع ماشا صغير قبل ماشا صغير جدا هم عشان عايزين يفضل الحوار معاك هي ودافينجي ده فنانة ليل عالوي طبعا مين النجوم اللي أنت حسيت أنك استفدت منهم؟ يعني أنا مش عايزة الإجابة الدبلوانسية استفدت من كله كله جميل والله ده حقيقي أيوة أكيد فيه ناس لا كنت مستمتع والورق يمكن إداك الفرصة أكبر معظم النجوم اللي اشتغلت معهم أنا استفدت منهم حقيقي يعني بداية من الأستاذ سميرة أحمد في بدايتي وأستاذ نوري الشريف طبعا ما ينفعش ما استفدتش مني الشريف لازم اللي التزام والتصوير والمعايد حتى زميلي اللي هم جيلي برضو استفدت منهم أكيد عندهم حاجة مش موجودة عندي أنا طول وقت أبعد ألاحظ ورائب وأشوف إيه هنا مميز عند الموصل ده أو إيه هنا مميز عند الموصل ده ما أنت هتعمل حصيلة إزاي من غير ما تتفرج وتشوف وتشوف المميزات وتشوف دفوهات علشان تبقى عندك يعني باكتش كده أنت مجمعه لما جيلك أي شخصية تعرف تطلع من العقل البطن صحيح وتعمل كاركتر مختلف فطول الوقت أنا بستفاد من زميلي الجداد مين استمتعت بالأداء يعني حسيت أنك عايز تجرب تاني عايز تعمل حاجة تاني معاها أو معاها كان نفسي طبعا أستاذ نوري الشيف كرر التجربة مع أكتر من مرة استمتعت جدا مع الأستاذ خالد الصوي جدا طبعا استمتعت مع الأستاذ علي العلوي طبعا استمتعت مع محمد رمضان جدا عملنا البرنس وعملنا موسى استمتعت مع عوضي جدا من الناس اللي بتقعد على شغلها ما بينامش يعني لحد لعشان يطلع موضوع حلو كل الناس والله والله ناس كتير قوي اشتغلت معهم البرنس وحق عرب والأعمال دي بتخاطب أكتر يعني إيه نقدر نقول بتخاطب يعني المشاهد وبتدخل للطبقة الشعبية بشكل أكبر هل أنت حاسس أن الأعمال دي قدرت فعلا أنها تبقى قريبة منها ولا كانت بس كده مجرد بتنقل توازي للي بيحصل في الأحياء الشعبية بصي هو نجاح أي عمل هو الشعب هو الجمهور هو الجمهور الجمهور دي هو اللي ينجح أي عمل ويوقع أي عمل يعني الجمهور لو حكم أن العمل ده حل ويبقى خلاص العمل ده نجاح البرنس أو حق عرب أو الأعمال اللي تشبه الأعمال دي اللي هي بتخش بيوت المشاهد وقلب المشاهد وبتنجح النجاحات دي بتبقى عبارة عن قصة قصة الأول أول حاجة رقم واحد في المسلسلات القصة طبعا موضوع أهم حاجة فلو السيدة اللي في البيت اللي بتعمل الأكل الأب اللي عاب مع يلو الزوج والزوجة اللي عاديين قدام التلفزيون لو القصة عجبتهم الموضوع عجبهم وقاعد يتفرج هو كده الأعمال نجاح فالأعمال دي يعني تعتبر من هذا النوع فدي الأعمال اللي بتستحوذ على نسبة مشاهدة أكبر منين بتقدر تستوحي الأعمال الشعبية أصلها بتنافس بعض خلي بالك فيه أعمال شعبية ما تنجحش برضه يعني فيه أعمال شعبية كتير ما تنجحش إيه السبب أنت في وجهة نظام أول توفيق ربنا ده رقم واحد ده رقم واحد أو المبالغة أحيانا ما بقوش قريبين قوي من الناس الموضوع ما يبقاش مكتوب حل فيه حاجة بتبقى قريبة من الناس ما بتنجحش ما لسه إلي حضرتك لوقتي الجمهور هو اللي في إيده يخلي العمل مكسر الدنيا أو يخليه عادي عابر فالموضوع لو عجب المشاهد لو رمضان الجاي اتعرض عليك أحمد العوض زي محمد رمضان تروح لمن ده ما فيش حاجة اسمه روح لمن روح للتنين لتنين نجوم كبار إما أنت عندك كدور واحد بس تختار لا مش أختار مش همذيك الاتنين لا لا هعمل أنا أختار الاتنين تختار الاتنين أخطار الاتنين لأنه على فكرة مش عيب أنك تقول آه أنا أحب أمثل مع ده تاني أحب أمثل معهم هما الاتنين تاني هما الاتنين محمد رمضان وأحمد العوضي هما الاتنين عندهم قاعدة جمهورية كبيرة جدا صحيح دي أهم من أحلى الميزات اللي موجودة عندهم إنك بتبقى مستمتع لأنهم محبوبين جداً في الشرع المصري وأهم حاجة أنك تشتغل مع الناس اللي محبوبة في الشرع المصري صح؟ صحية بيختاروا حواديد حلوة ودي الميزة التانية اللي موجودة فيهم بيعرف يختار ورق كويس بيعرف يختار موضوع يدخل البيت يشد الناس فدي ميزة كبيرة جداً عارف وانت بتتكلم معايا أنا فعلاً تأكدت أنت بعيدة عن الفنان أحمد مهر هادي مختلف هو كمان هادي على فكرة هو هادي طبعاً جداً بس هو عنده أداء كده متبسج باللغة العربية أكتر طبعاً نجم فزيق أنت اللغة العربية تتعلم منه كتير جداً ايه الدور اللي نفسك بجد تعمله بعد المشوار ده بعد أدوار كتير مختلفة نفسك أنه يتشاور عليك أو عندك يعني إمكانيات ممكن تطلع منك حاجات كتير فيه أدوار كتير أو ما عملتاش لسه أو نفسي عملها زي ايه؟ عشان ده سؤال فيه أدوار بتبقى معقدة شواء أو صعبة على الموصل مش أي موصل يعرف يعملها تتحدى نفسك الأدوار السهيكوباتك دي مثلاً مش أي حد يعرف يعملها مش سهلة دور تعرض لحد من جيلك وعجبك وتقول أنا ممكن أعمل حاجة زي كده سواء في مسلسلات رمضان اللي فاتت أو اللي قبلها إيه الدور اللي ممكن كنت تعمله؟ والله أدوار كتير قوي زي ايه؟ ادينا كده؟ أنا مش متذكر دلوقتي حاجة بس لا بالفعل وأنا بتفرج على أعمال كتير بقول أنا كان نفسي أعمل الدور ده أو الدور ده حلو قوي زي ايه بقى عشان أختم بيه؟ والله مش فاكر بس هقولك كان فيه مسلسل السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبل فاتت للأستاذ المؤلف عبد الرحيم كمال أيوة طبعاً عرفها؟ طبعاً هيا اسموا لي بقى؟ حكاية غمام جزيرة غمام جزيرة غمام جزيرة غمام مصبوط الدور اللي عامل أحمد أمين كان طبعاً كان دور قوي طبعاً بس دور فضيع دور فضيع وصعب ومعقد جميع أنا الأدوار دي اللي بتسمع يعني وكل حاجة فيه كل الكوكتيل المشاعر اللي ممكن أي موسى صحيح يوقف قصادها يعني صحيح بتمنى لك التوفيق بجرد يا محمد وبتمنى أن أنت تحقق يعني نجاحات كتير مختلفة وتفضل لحد ما تعمل لكل اللي أنت بتتمنى نورتنا وشرفتنا في التساعة ودايماً إلى الأمان وسلم لنا بقى على باشا الكبير وعلى العزيزة الغالية كمان وفاء بتسلم لنا على البيت كله حاضر أنا خلص أشكرك شكراً جزيلاً